موسيقى في شهر يناير 2024 وقف شاب تركي داخل قاعة كبيرة جدا في تركيا ميسيك المايك اتحرك ناحية سيدة كبيرة خدها من ادها عشان تقف على المنصة جنبه قدام كل الحضور وقال العبارة الجاي هذه السيدة هي امي بالاضافة الى دورها في التمويل كانت تدخل بيانات الشركة تسجلها على جهاز الكمبيوتر في البنك الصناعي اذا هذه السيدة شريك رئيسي في نجاح الشركة القاعة طبعا اتهزت بالتسئيف للسيدة التركية اللي كانت بيبص للشاب ده بفخر كبير جدا وهو بيبوس ادها وبيرفعها لفوق قدام الناس كلها من السيدة دي؟ السيدة دي كانت جنان بيرقدار مبرمجة الكمبيوتر في بنك الصناعة ومرات رجل الاعمال التركي اوزدمير بيرقدار صاحب شركة بايكار وولدة سلجوق وهالوك واحمد بيرقدار حكاية النهاردة عن الشاب التركي اللي افتخر بدور والدته قدام العالم كله حكاية النهاردة عن ابو المسيارات التركية سلجوق بيرقدار سلجوق بيرقدار اتولد يوم 17 اكتوبر سنة 1979 بعدها ب37 سنة بيتجوز من سمية الابن الصغرى للرئيس التركي رجب طيب اردوغان درس بيرقدار الهندسة الكهربائية في جامعة اسطنبول التقنية وحصل على شهادة الماجستير من جامعة بنسلفانيا وماجستير اخر من معهد في الولايات المتحدة الامريكية سنة 2007 بيرجع سلجوق بيرقدار لتركيا عشان يبدأ مسيرته في تصنيع المركبات الجوية او الطيرات المسيارة ويطور من خوارزميات الملاحة الجوية حاليا سلجوق بيرقدار بيترقص الفريل مسؤول عن تصميم الطيارة بدون طيار في عموم تركيا وبيشتغل في شركة بايكار اللي بيمتلكها والده رجل الاعمال اوزدمير بيرقدار طيب ازاي سلجوق بيرقدار بيوصل للمكانة دي ايه حكاية الطائرات المسيارة التركية الحياة ان القصة بدأت قبل ولادة سلجوق بيرقدار بخمس سنين تحديدا سنة 1974 تخيل معايا تركيا في الوقت ده بلد فقير جدا محطم من اثار الانقلابات العسكرية سنة 1960 اللي اعدم فيها رئيس الوزراء عدنان مندريس وانقلاب 1971 اللي اتى على البقية البقية من الاقتصاد ومن البلد كلها التضخم واصل لمستويات غير مسبوقة ركود كامل في الصناعة في التجارة في اكتر من ثلاثة مليون مواطن عاطل عن العمل ازمات سياسية عاصفة غضب كبير جدا بين افراد الشعب الكادح من الحكومة ومن الانقلابات وضع صعب جدا تتخيل فيه انه ممكن تحصل في البلد ده نهضة او تحيي تقدم في الصناعات العسكرية او في اي صناعة وسط الحالة دي تحديدا بالتزامن كانت جزيرة قبرص اللي نص اهلها اتراك بالمناسبة كانت بتعاني من انصرية من مؤامرات بيشتغل عليها مكاريوس التالت رئيس قبرص بيتعرض الاتراك هناك لاشكال من العنف للاقصاء ويوصل الامر كمان للقتل والاغتيالات 1974 في التوئيد ده كان السياسي التركي نجم الدين اربكان سعيم تركي مخضرم بيشغل منصب نائب رئيس الوزراء وكان رئيس الوزراء في الوقت ده هو بولانت اجاويت بولانت اجاويت كان مسافر خارج البلد اربكان اصبح هو القائم باعمال الحكومة وقتها قوات الحرس الوطني في قبرص بدعم مليونان عملت انقلاب على مكاريوس التالت وفي ظل الانقلاب ده كان فيه خف على اتراك الموجودين على الجزيرة اربكان بياخد واحد من اجراء القرارات في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة لما اطلق العملية اتيلة يوم 20 يوليو 1974 بيصحى القبرصيون الساعة 8 الصبح على اصوات الرصاص انفجارات خمس ايام بعد انقلاب الحرس القبرصي لكن الطائرات التركية كانت بتحلق في السماء على ارتفاع منخفض بينزل منها جنود باسقط مظلات كانوا بيعززوا جبهة القبرص الاتراك في شمال الجزيرة قوات التركية بتكتاح الجزيرة القبرصية بتعمل تقدم عسكري بتسيطر على ما يقرب من 39% من اراضي قبرص بتجبر حوالي 170 الف من القبرص اليونانيين على النزوح لجنوب البلاد نتيجة السيطرة التركية على شمال قبرص حوالي 50 الف قبرصي تركي نزحوا ليه شمال البلاد طبعا تدخل التركي في قبرص تسبب في فرض واشنطن لعقوبات على ايه؟ على تصدير الاسلحة الى انقرة الحقيقة التوتر ده مع الولايات المتحدة الامريكية كان ليه تأثير طويل جدا على فكرة سلوك تركيا اللي اصبحت اقل ثقة في الدعم العسكري الامريكي خلاص مفيش مش هنصدر لكو سلاح مش هنعمل لكو اي حاجة احنا هنحجم وهنقيد قدراتكو العسكرية الموضوع ده سبب ازمة حقيقية لتركيا اللي كانت بتعتمد على التسليح الامريكي والاوروبي بشكل كامل ما كانش فيه اي تسليح محلي نتيجة لللي حصل بعد العملية قتيلة على مدار العشر سنين اللي بعدها كانت تركيا بتحاول تأسس عدد من الشركات المحلية تعمل صناعات دفاعية كان بيركز معظمها على انتاج دخائر اسلحة صغيرة جدا وبعض الشركات التركية بتشتغل في صناعات الفضاء وبتشتغل على مشروعات اكبر زي انتاج سواريخ موجهة او طائرات دي كانت نقطة انطلاق صغيرة شوية احنا عندنا قعدة ممكن نبني عليها مشروع عسكري كبير او صناعات عسكرية كبيرة لكن نجمة دين اربكان وهو واحد من اهم السياسيين في تاريخ تركيا وليه مدرسة منفردة الحقيقة ومتفردة في تركيا لانه يعني في شوية اسباب بتخلي اربكان كان مختلف شوية الراجل مهندس عبقري في صناعة المحركات هو الراجل اكتر راجل تقريبا اتعرض لانقلابات عسكرية واحده سبعين وتمانين وسبعة وتسعين والسبب التالت انه اسلامي وهو تقريبا كده القب الروحي للجيل اللي كان بيحكم تركيا من الفين واثنين برئاسة الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان طب ايه علاقة اربكان بفكرة المسيرات بسلجوق البيراقدار بعد العقوبات الامريكية على تركيا الموضوع بدأ يتطور وتركيا بدأت تعاني من القصة دي لحد ما بنوصل لسنة 1996 وقتها كان فيه اتفاق بين الجيش التركي والجيش الاسرائيلي جيش الاحتلال على صفقة مسيرات للمرأبة قبلها على طول انقرة بتتعاون مع تل أبي في استراد طيارات دون طيار من طراز اسمه هيرون جنرالات الجيشين التركي وجيش الاحتلال الاسرائيلي كانت علاقتهم قوية جدا وكانت يعني علاقات وطيدة لكن برغم من كده اسرائيل بترفض تزويد انقرة بعشر طيارات مسيرات دون طيار وتحدث وترفض برضو تحديث 54 طيارة تركية من طراز F4 اشترطت شرط واحد بس على حكومة اربكان في الوقت ده ايه الشرط الاسرائيلي اسمح لطياراتنا بالتحليق فوق شمال العراق والحقيقة في اللحظة دي اربكان رفض وقتها نجم الدين اربكان وهو الرجل اللي رافض اصلا للتطبيع مع اسرائيل بشكل كبير انتهز الفرصة وشن هجوم كبير جدا عن رفض الاسرائيلي وقال عبارة مهمة جدا قال الفنيون الاطراج سيكونون في المستقبل قادرين على تولي الصناعات العسكرية بانفسهم نبوءة اربكان هتتحقق فعليا بعد سنوات قليلة جدا وعلى ايد بطل حكايتنا النهاردة مهندس تركي شاب اسمه سلجوق بيرقدار سلجوق بيرقدار بعد تخرجه في سنة 2005 بيقنع المسؤولين الاطراك يحضروا عرض طيارة بدون طيار هو اللي صنعها استمر العمل على تطوير الطيارات المسيارة بتاعة شركة بايكار او بتاعة سلجوق بيرقدار لحد ما وصل للانجاز الحقيقي ديسمبر 2015 بيختبر سلجوق بيرقدار اطلاق صاروخ من طيارته اللي اختراها من عشر سنين نقطة المفصلية في مسيرة سلجوق ومسيرة الدرونز التركية كانت سنة 2015 لما قدر يعمل عرض ناجح للطيارات بدون طيار وهي الاكثر تطورا من طراز بيرقدار تي بي 2 النوع ده او الموديل ده من الطيارات جذب انتباع الجيش التركي بشدة ليه؟ تجارب الاداء في الوقت ده نجحت في اصابة هدف على بعد 8 كيلو متر باستخدام صاروخ موجه تركي الصنع اثناء تحليق الطيارة تركية الصنع على ارتفاع بلغ 4 كيلو متر ودي كانت معجزة تركية حقيقية دخلت الطيارات الخدمة رسميا في قوات المسلحة التركية اصبحت واحدة من اهم الاسلحة الاستراتيجية في التاريخ العسكري التركي الحديث وصل ان بعض الاتراك شبهوا الطائرة دي بمدفع الدردنيل او المدفع السلطاني اللي تم بناء خصيصا لفتح القسطنطينية بعض المؤرخين كانوا بيعتبروا المدفع ده اول سلاح دمار شامل او اول الاسلحة الخارقة في التاريخ التشبيه طبعا هنا من حيث التأثير من حيث القدرة انه هو يصنع الفارق في المعارك كمان الطائرات بتاعة سلجوق باراقدار كانت بتتمتع بامكانية اجراء مهم المرأبة اللي كانوا عايزينها من اسرائيل لاستكشاف تدمير الاني للاهداف خلال الليل وخلال النهار السواريخ اللي قدر يصنعها او يلحقها بالطيارة كان عندها قدرة على اصابة النقطة المستهدفة من على بعد 8 كيلو متر كل ده خلى طائرات الباراقدار تصبح هي العمود الفقري لقوات المسلحة التركية بل لقوات الجوية التركية بفضل قدرتها التقنية المرتفعة وانقرة بتقرر رسميا تعتمد عليها كسلاح رئيسي في قتالها في اماكن اقليمية ضد المنظمات الكردية في جنوب شرق البلاد على الحدود مع العراق وكان تطوير قدرة الصناعات الدفاعية التركية في الوقت ده بقى موجود على الطاولة بتاعة الرئيس خلاص اجندة الحكومة التركية خطة الحكومة التركية برئاسة اردوغان لازم نزبط الدستور نزبط التشريعات عشان الباراقدار عملوا ايه؟ ادخلوا اصلاحات دستورية عشان الغرض ده تم اقرارها خلال الاستفتاء على الدستور في ابريل 2016 بموجب الاصلاحات الدستورية دي تم منح سلطة الاشراف على صناعات الدفاع على المشترايات الدفاعية للرئاسة عشان يكتمل بدا الاطار القانوني لمشروع اردوغان اللي هو كان اربكان لانتاج الاسلحة محلية الصنع ومن الوقت ده مشروع الطائرات المسايرة الدرونز اللي بتشمل باراقدار تي بي تو اصبح رسميا معتمد بشكل مباشر من الرئاسة التركية بتمر السنين بعدها بثلاث سنين 15 مايو 2019 بيبدأ العالم يحكي عن صلجوق الباراقدار موقع انترسبت الامريكي بيقول ان تركيا دخلت العصر التاني لصناعة الدرونز او الطائرات المسايرة بلقت تنافس دول زي الولايات المتحدة اللي كانت فرض عقوبات عليها قبل كده زي بريطانيا كاكبر منتج ومستخدم مستخدم لهذا النوع من الطائرات الفتاكة موقع الامريكي بيقول ان تركيا دخلت عصر الدرون الاول على الطريقة القديمة اللي هو ازاي اشترت ست طائرات غير مسلحة من شركة جنرال اوتو ميكس الامريكية سنة 1996 استخدمتها ضد مقاتلة حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد وفي 2006 بيكمل موقع انترسبت تركيا اشترت عشر طائرات درون هيرون من اسرائيل لكن اسرائيل مطلت لمدة خمس سنين عشان تسلم انقرة الطائرات دي في الوقت ده تركيا بتتهم تل ابيب انها بتتعمى تخريب الالات واجهزة التصوير اللي موجودة في الدرون فرجعتها لاسرائيل تاني عشان تصلحها والموضوع ده خد شوية سنين كمان عشان اسرائيل تلتزم بالاتفاق الامر الحاسم اللي بتقوله انترسبت ان الاتراك تعاملوا مع موضوع طائرات هيرون كان الحقيقة اللي بيوجه الطائرات دي في الاول اسرائيليين وده الحقيقة عمل شوية شكوك عند المسؤولين الاتراك انه جماعة الصور اللي بيلتقطوها وبتتبعت لمين هل المخابرات الاسرائيلية واخد اكسس على الكلام ده الناس دول شغالين معانا ولا شغالين معاهم وعلى هذا الاساس كانت طائرات هيرون الحقيقة مش هي الحل اللي تركيا محتاجها وسائل الاعلام التركية بدأت تكلم عن اسطرتهم المحلية المدنية سلجوق البيرقدار بيقولوا ان الدرونز شاركوا في غارات جوية ضد المنظمات الكردية في حداشر محافظة في جنوب شرق تركيا استخدموا الطائرات دي برضو في خمس عمليات عبر الحدود في سوريا والعراق اخرها كانت عملية نبع السلام في اكتوبر 2019 التقارير الصحفية التركية بتقول ان الطائرات دي هي اللي حسمت المعارك ضد قوات خليفة حفتر في ليبيا لما كانت ترابلس هتقع في ايدين خليفة حفتر وستهزم الثورة الليبية وسيحكم خليفة حفتر لولى التدخل التركي في الوقت ده تقارير الصحفية التركية بتقول ان البيرقدار حسمت كثير من المعارك ضد قوات خليفة حفتر مع النجاح الكبير اللي اثبتته الطيارة واثباته سلجوق البيرقدار وشركته قررت الحكومة التركية التوسع في استخدام الطائرات دي في بحر ايجا في البحر المتوسط وده عمل مشاكل كبيرة جدا ما بين تركيا ما بين قبرص ما بين اليونان واليونان بدأت تشتكي ان الطائرات المسايرات التركية بتحلق مرارا فوق الجزر اليونانية في بحر ايجا وانه احنا عندنا مشكلة كبيرة لان ده تعدي على المشاريع بتاعتنا تعدي على السيارة بتاعتنا بل الاكتر من كده ان الطائرات المسايرات التركية بتحلق فوق سفن التنقيب عن الغاز اللي تركيا ارسلتها لاستكشاف المياه المتنازع عليها بينها وبين قبرص واليونان بتمر السنين بيكبر سلجوق البارقدار وشركته بايكار بتكتسب الدرونز او المسايرات بتاعته الثقة ومكانة كبيرة جدا جوا الجيش التركي بتتحول لايقونة عسكرية كمان خارج تركيا ايه اللي بيحصل تركيا اللي بدأت من اربعة وسبعين تقول احنا لازم نعمل تصنيع محلي بتوصل في الفين وتسعتاشر انها بتصدر مسايرات للخارج الرئيس الاوكراني بيترو بورشينكو بيعلن في الفين وتسعتاشر عن توقيع صفقة لاستيراد طائرات بدون طيار من تركيا وقال ان اوكرانيا تستورد الطيرات المسايرة من طراز بايراقدار تي بي تو وهي ليها يعني تكتيكات عملياتية وتكنولوجيا عالية جدا قال كمان انه ممكن يتم تزويد الطيارة دي بقضائف سروخية عالية الدقة عشان تدمر المركبات التحصنات العسكرية والاهداف البحرية في نفس السنة 7 فبراير 2019 تركيا بتصدر لقطر بتسلم لقطر 6 طائرات بدون طيار من طراز بايراقدار تي بي تو ضمن نفس الصفقة فريق قطري مكون من 55 شخص بينهو دورة تدريبية في تركيا على طريقة استخدام هذه الطائرات وكان اللي بيدربهم بالتأكيد فريق من مهندسي وخبراء شركة بايكار تحت اشراف بطل الحكاية سلجوق البايراقدار بجانب كل ده كانت طيارة البايراقدار نقطة الحقيقة مهمة اوي في سعي دولة بحجم تركيا انها تكتفي ذاتيا وتتحرر من هيمنة مورد الاسلحة الغربيين وخاصة لولئات المتحدة الامريكية المانيا اللي رفضوا عشرات الطلبات من تركيا عشان يمدوها باسلحة في الخمس سنين اللي فاتوا خلاصة الحكاية ان احنا كان عندنا حلم لسياسي مدني اسمه نيجم الدين اربكان سعى لي مهندس مدني اسمه سلجوق البايراقدار بدعم من رئيس مدني اسمه رجب طايب اردوغان وصلوا بلادهم لقمة الهرم العسكري في صناعة الطائرات المسيرة في العالم المسألة الحقيقة ان احنا بنعاني من انقلابات عسكرية من سيطرة العسكر على مقاليد الامور تصدير فكرة ان الجنرال العسكري هو الاكفأ والاقدر على حكم البلاد من المدنيين فكان لازم النهاردة نتكلم عن حكاية مدني كسر الفكرة دي وكسر التبودة كانت تركيا حضرة لانها دولة زينا شبه بلدنا شبه مصر شبه بلدان كتير عانت من انقلابات عسكرية من سيطرة الجيش المدنيين العقول المهندسين الناس المتعلمة الحقيقة هم العقول اللي ليها مكان في العالم هم اللي بيطوروا مجالات مهمة جدا متعلقة بالتسليح بالامكانات العسكرية وهم اللي نجحوا تركيا في الموضوع ده اقول لحضرتك على مفادئة مصر كانت هتعمل ده في الستينات بعد نكسة 1967 مصر حاولت تطور التسليح بتاعها حاولت تستخدم اسلحة حديثة قوات المسلحة المصرية قررت انها تدخل المدنيين اصحاب الشعالات العليا الجيش لمدة ست سنين لان هم الناس الوحيدين في المجتمع المصري اللي قادرين يستوعبوا الاسلحة الجديدة وكيفية استخدامها كان ممكن يطلع عندنا سلجوق بايرقدار مصري كان ممكن تحصل طفرة كبيرة جدا في الجيش المصري لو استمر الامر لكن الحقيقة للجنرالات والعسكر كان ليهم رأي تاني دخلوا في الاقتصاد سيطروا على التصنيع طفشوا العقول المدنية اللي اصبحت بتهرب بتهاجر من الفساد من البيروقراطية من حكم العسكر الحقيقة ان حكاية سلجوق بايرقدار واللي عملته تركيا بتخلينا نترحم على راجل طيب اسمه محمد مرسي قال في مرة لازم ننتج دواءنا لازم ننتج غذاءنا لازم ننتج سلحنا اشتركوا في القناة